تعالوا دلوقتي نتابع أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سيهاق التقرير اتنجاك بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة فهيكون موضوع خطبة الجمعة بعنوان جبر الخاطر وآثر في الدنيا والآخرة والنهاردة هيشارك بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة في اجتماع الدورة العادية الخامسة والأربعين للمجلس التنفيذي لوزراء خارجية الدول الإفريقية في العاصمة أكرب غانا تمهيداً للقمة الإفريقية المصغرة المقرر عقدها في 20 يوليو الجاري النهاردة هيشهد مدحف شنغهاي بالصين افتتاح معرض تحت عنوان قمة الهرم حضارة مصر القديمة بيضم المعرض أكثر من 780 قطعة أثرية ثقافية بترجع لفترات مختلفة من عصور مصر القديمة وأكثر من 95% منها هيتم عرضها في أسيا الأول مرة واختيرت القطع من عدد من المتاحف المصرية منها أصر المنيل والإسماعيلية والسويس والأقصر بالإضافة لعدد من القطع الأثرية من مخازن أثر سقارة ومن بين هذه القطع تمثال من الكواردزيت للملك توت عنخ أمون وآخر للملك أمنحات الثالث وتمثال لفديوث الملك رمسيس الثاني بيتوسط المعبودة إيزيس والمعبودة حالفور وتمثال للملك حدشب سوت اشتركوا في القناة